من الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح أحباب شفية المغربية رب يحفظكم وينجيكم ويعطيكم السؤال ديالكم يا رب يا كريم اليوم غادي إن شاء الله نعطيه واحد الفال وواحد تشلي للبنات اللي عندهم العكس ومتين جحوش معهم الوصفات وبغاية أنها تكون إن شاء الله هذا العام تزوج ويجيب لها الله تسير أول حاجة تنتوكلوا على الخالق ونصلوا كاملين على سيد الخلق رب يحميكم وينجيكم يا رب ويعطيكم السؤال ديالكم يا كريم أول حاجة غادي نحضروا بعض الوصفات اللي عندكم في الدار أو يكونوا عندكم أو تشريهم عند العطار جوج دراهم يعطيك هاد الكمية اللي غادي تخدمي بها إن شاء الله ولكن على نيتكم ترزقون خاصة نحضر واحد الخاتم يكون ديال فال خاتم ديالي يكون ديال فال خاتمي خاتم يكون دهب أو فدة أو نحاس نتي بالاختيار لتدري في صبعك ديما وتتحاولي أنك يبقى معك إن شاء الله إن شاء الله بحول اللهوة قوتي غادي ناخد العرعار الملحة أوراق الصدر هذه تشليلة ديال الفال إن شاء الله بكلام الله ما فيهم حتى حاجة فيهم غير إن شاء الله فيهم غير الحاجة تزوينة واللي غادي تفتح لك نصيبك ولكن غادي تقريها في تولوت الليل وإن شاء الله غادي دير تشليلة صباح يوم سبعة وعشرين غادي تقري عليها في منتصف الليل ليلة سبعة وعشرين وفي فجر سبعة وعشرين غادي إن شاء الله تفتحي بها نصيبك إن شاء الله اليوم بحول اللهوة قوتيه هاتشليلة ديروها وتوكلوا على الله وربما غادي دير غير لي فيها الخير إذن عندي أوراق الصدر أوراق الصدر الملحة العرعار عندي جوج معالق ديال العرعار عندي جوج معالق ديال الملحة معالق ديال أوراق الصدر عندي خاسمي اللي غادي إن شاء الله ناخده على أساس أنني غادي ندير به الفعل أول حاجة غادي نشحنه بلا حول ولا قوة إلا بالله أنحطه في الدب حلقة وغادي نقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله غادي نقرأها عدد السنين ديالك عدد العمر ديالك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انفت على الخاتم لغد انشحنه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أتقولي اللهم يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب كل عونا معينا في كل الأمور يا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يا ربي حل عقدتي في ذواجي أو حل عقدتي في دراستي أو حل عقدتي عقدتي مع الناس اللي ما كانتش عندي اشتقة في النفس أو أي حاجة اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا ربي سخر لي أولاد آدم أولاد حوى لخطبتي وأي دعاء أبغيتي غادي إن شاء الله تحطي اللهم شرح لي صدري ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول لي ولا قوة إلا بك لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب العالمين إذن شحنتي الخاتم شحنتي الخاتم بحول الله وقوتي غادي نوضعه هنا غادي نوضعه هنا غادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نديرو العرعار نديرو العرعار جوج معالق أو الملحة أو راق الصدر نديروهم هنا بنية 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 هاتشليلة تحيد عليك كل الأمور كل الأمور اللي معرق لالك حياتك كل الأمور اللي تتكون معرق لالك حياتك لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحول دي الله والقوة دي الله لأن القوي المتين هو الله لا سوى هو اللي عنده القوة هو اللي عنده كل شيء إذن الحول دي الله والقوة دي الله إذن نحن سنستعنو بالخالق الخالق هو اللي يعطيك الطاقة ويعطيك كل شيء بالقدرة دي الله إذن غادي نخلي هذك الخاتم غادي هذك الخاتم نخليه بوسط الماء ليلة كاملة هاتشي غا تديريه ليلة سبعة وعشرين هي ستة وعشرين صباح سبعة وعشرين غادي تصفي هاد العرعار وأوراق الصيدر غادي تصفيهم وغادي تدخلي الغرفة ديالك اللي قدر يعوم به بارد يعوم به اللي قدر يضيف له الماء ساخن يخليه هاد العرعار وأوراق الصيدر غادي تنشفيهم فضل غادي تنشفيهم فضل وغادي إن شاء الله بحول الله غادي تبخري بهم ثلاث مرات نهار سبعة وعشرين سبعة وعشرين تمنيا وعشرين تسعويل وعشرين مهم ثلاث أيام متتابعة على نية طرد التابعة وطرد الحاجة اللي معك سلك في حياتك والناس اللي عندهم عراقين بحول الله وقوتي الحول دي الله وقوة دي الله خليتي أمرك للقوي هو اللي غادي يعطيك القوة وغادي نصرك على كل أمور وشرحتي صدرك بالدعاء اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحول عقدة من لساني يفقه قولي اللهم شرح لي صدري مع أولد آدم أولد حوى اللهم كون لي عوناً ومعيناً في كل الأمور اللهم بحقي لا حول ولا قوة إلا بالله أن تكون لي عوناً في كل الأمور اللهم اصلح لي حالي ويسر لي أمري أي دعاء أنا أتنعطيكم مثل ولكن اللي بغي نقولها الدعاء نقله بحول الله وقوتي لأن الحول دي الله والقوة دي الله هاد الخاتم صباحاً الخاتم الخاتم غادي نهزو غادي نهزو نديرو في صباحي صباح نهار 27 ديرو في ذاك وكل من نكون غادة خارجة من نكون غادة لأي مكان نكون غادة لأي مكان أنقرع ليه عدد السنين ديالك لا حول ولا قوة إلا بالله وغادي تقرع الدعاء طيلة العانت قاعد يقولي لا حول ولا قوة إلا بالله الحول دي الله والقوة دي الله لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا ربي اشرح لي صدري مع أولاد آدم ولا أولاد حواء أو اشرح لي صدري في أموري هذي إلا كان عمل أو كان زواج ونخشيف ونديرو في الصباح ديالي ديما نشحنه بالحول دي الله والقوة دي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ديما نديرها بعدد نديرها بعدد السنين ديالي لأن الحول دي الله والقوة دي الله لأن هذه الكلمة كون عرفت القدرة القدرة ديالها عند الله هو اللي عالم هو اللي غاد يحقق لكم بالأمنيات ونخليها في الصباح ديالي وديما نشحنه بالحول والقوة بحيث لك انت غادل أي مكان كنت غادل أي مكان غاد نوضعها في الدية وغاد نقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ونفتع ليه والصباح رباح نديره في الصباح ديالي هذي درناها ولكن هذي البقايا دي الأوراق السيدر اللي قريتي عليهم وخليت يوم ليلة كاملة وصباح غسلتي بالماء الماء غسلتي راسك من شعرك حتى القدمين وغادي إن شاء الله نخلي ذاك الماء غادي نخليه يوم كامل يوم سبعة وشرين حتى الثمانية وعشرين عدا نغسل الجسد ديالي ولكن الماء اللي غسلته به تلحوه في مكان عاشب ولكن هذي الماء العرعار وأوراق السيدر غادي إن شاء الله نبخر بهم ثلاثة أيام ثلاثة أيام بحول الله وقوته إذن الوصفة ديالي إليك أن تستحق أنها دعموها بلايك دعموها وإن شاء الله الوصفات اللي غادي نحط إن شاء الله غا يكونوا زيانين ويكونوا غادي عشبوكم إن شاء الله ولكن الدعم قليل أحبابي وأحباب شفية المغربية يا ربي يكون لكم عون ومعين اللهم صدوركم ويسر أموركم واجمع شملكم بأي إنسان بغيته واربي يرفع لكم عليكم أي حاجة فيها إساء لكم أو فيها شر لكم يا ربي يرفع عليكم ويعطيكم السؤال لكم يا ربي كريم بحق محمد وآل محمد يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته